كيف تنظر التفلطات الأمنية وجرائم القتلى التي أصبحت منتشرة مؤخرا؟ نعم هو حقيقة يعني الأوضاع الأمنية داخل العاصمة القرطوم بمدونة سلاس قرطوم بحري ومدرمان وغير العاصمة في الولايات أيضا هناك ملاحظة واضحة جدا على انتشار الجريمة بشكل ملحوظ جدا وبشكل كبير جدا وتصل مثل هذه الجرائم ليست سرقات فحز بل حتى مرحلة القتل والتقطيع نعم والتقطيع بطريقة بشعة جدا كما حصل في الحادث الذي أشار إليه الخبر الشاب مازن وأيضا هناك أحد أصحاب الدكاكين في حي الجريف أيضا تم قتله وهكذا يعني عديد من القضايا قضايا العنف والقتل دعك من النهب والخطف والنيجرز وتسعة طويلة وغيره أيضا هناك أحداث قتل ونهب في تقريبا كل الولايات تشهد مثل هذا الاختلال الأمني الكبير وحقيقة هذا يعني تحدي واحد من أكبر التحديات التي تواجه الحكومة الآن والفترة الانتقالية بكاملها يعني لا بد من التحرق السريح جدا لوضع من التدابير والإجراءات ما يعني يحتوي يعني هذا الاضطراب الأمني ويعيد الأمن والسلامة والطمأنينة هناك مخترحات يمكن أن تدفع بها يعني ما هو المطلوب من الشرطة للحد من تفشي وانتشار الجريمة باعتقادك أي نعم هو طبعا الشرطة يعني إمكانياتها محدودة طبعا يعني تعرضت لتخريب طوال العهد البائد وتفتغل الكثير جدا من اللوجستيات ومن الإمكانيات تحتاج إلى دعم كبير طبعا ورغم ذلك يعني حتى لا نظلم الشرطة يعني تبذل مجهودات كبيرة ومقدرة في محاولة ضبط المجرمين بعد وقوع الجريمة يعني بعد وقوع الجريمة كما في الخبر الذي طلعته قبل قليل أنها في أقل من 12 ساعة تمكنت من القبض على قتلة الشاب مازين لكن المطلوب هو التدابير المنعية الاستباقية التي يعني تستبق الجريمة قبل وقوعها تحسبا من أن لا تقع مثل هذه الجرائم مرة أخرى طيب وزير الداخلية نفسه أكد يعني أن هناك إمكانيات كثيرة يعني متوفرة لدى الشرطة يعني ما هو السبب وراء السيول الأمنية هو طبعا أول حاجة طبعا هو كما ذكر صحيح جدا أنه تفشي العطالة نسبة عطالة نسبة كبيرة جدا تعاطي المخدرات بنسبة كبيرة جدا معروف أنه هي عندها ارتدادات على الجريمة بشكل مباشر يعني طوالي العاطل يعني يبدأ يفكر في ارتكاب الجرائم مثل السرقات لكي يوفر ما يعينه على الحياة المخدرات طبعا تثيب بالعقول ويمكن أن تهيئ له خيالاته بسبب المخدرات يعني يرتكب أي شيء هذا صحيح أيضا لا نتبعد الأثر المباشر أيضا للضائقة المعيشية الكبيرة جدا يعني التي يعانيها الناس يمكن أن تدفع بعض ضعاف النفوس لارتكاب الجرائم السرقات وهكذا لتدبير ما يوفر لهم احتياجاتهم اليومية كل هذه العوامل مع بعض هي التي تساهم في الارتفاع بمعدل ارتكاب الجرائم بأخيرا بإمكانية الشرطة المتوفرة هل تستطيع الشرطة أن تقيم ارتكازات في أي مكان؟ وطبعا لا يعني شوف ده إلا إذا تم تعيين شرطي لكل مواطن يعني يمكنك محتاج لا لأربعين مليون شرطي صعب جدا يعني منها صعب جدا لأنه أيضا المجتمع ليه دور كبير جدا لا يمكنها مهما أوتيت هذه الجرائم تقع حتى في أمريكا وفي كبريات الدول يعني رغم ما يتوفر لأمنها وشرطتها من إمكانيات كبيرة جدا وضخمة جدا وأجهزة متطورة جدا لكن رغم ذلك تقع الجريمة أنا أعتقد أنه المسألة ليست فقط في جانب توفر الإمكانات لكن أعتقد نحن كمجتمع أيضا لدينا دور كبير جدا ودور تقاملي مع القوات الأمنية المختلفة وخاصة قوات الشرطة في الإجراءات المنعية يعني حتى شبابنا هنا في اللجانة المقاومة وغيرهم في الأحياء يمكن أن يساعدوا في هذا الاتجاه بتنظيم دوريات كما كان يحدث في السابق يعني بشكل مستمر يعني ترجمة نانسي قنقر